في البداية يعني بنقدم التعازي والمواساة لأشقائنا في المغرب الشقيق على طبعا الأرواح التي فاضت إلى بارئها من مساء أمس وحتى اليوم جراء الزلزال العنيف اللي حصل في المغرب تحديدا يعني في مراكش في ساعة متأخرة من مساء أمس حتى الآن يعني التقديرات بتتحدث عن ربما أكثر من ألف ضحية من القتلى وألاف المصابين زلزال حية عنيف المشاهد اللي جات لأصلتنا الحية مشاهد عنيفة لتأثير الزلزال اللي كان بقوة حول سبعة واثنين من عشرة بمقياس ريختر طبعا خسائر أو تقديرات الأولية بتكلم على ألف قتيل تقريبا وعدد كبير من المصابين حتى الآن جهود الإنقاذ شغالة في المغرب يعني لم تتوقف لحظة لأن مساحة التأثير هي مساحة كبيرة بتقدر أو يعني زي ما قال المتخصصين في هذا الشأن المتعلق بالزلازل غطى مساحة حوالي 20 في 30 كيلو متر دي المساحة اللي حدست فيها الهزة الزلزالية أو اللي اتأثرت بشكل مباشر بمركز الزلزال بنتكلم بحوالي 30 كيلو متر في 20 كيلو متر طبعا دي يعني مساحة كبيرة جدا الفيديوهات طبعا اللي اكيد حضراتكم بتشوفوها من الصبح وحتى تاريخه يعني اكيد كلها مشاهد صعبة بنتمنى يا رب لأهلينا في المغرب الشقيق السلامة وان شاء الله يكونوا بخير جميعا ان شاء الله وينتهي تأثير هذا الامر في اضيق نطاق اشتركوا في القناة